المقياس الثالث من مقييس التشتت هو الانحراف المعياري حيث يعرف الانحراف المعياري بأنه الجذر التربيعي الموجب للتباين ويرمز له بالرمز S في حالة العينة كما يعرف التباين بأنه متوسط مربعات حرافات القيم عن وسطها الحسابي ويرمز له بالرمز S تربيع في حالة العينة أي أن S يساوي الجذر التربيعي ل S تربية ويمكن توضيح هذا التعريف من خلال المثال التالي إذا كان لدينا البيانات التالية والمطلوب رقم 1 حساب الوسط الحسابي رقم 2 حساب التباين والانحراف المعياري رقم 1 حساب الوسط الحسابي حيث أن الوسط الحسابي هو مجموع القيم على عددها نقوم بجمع القيم وبالتالي فإن مجموع القيم يساوي 15 على عدد القيم 5 وبالتالي فإن الوسط الحسابي يساوي 3 أي أن X bar يساوي 3 رقم 2 حساب التباين من خلال المعادلة S تربية يساوي Submission X ناقص X bar تربية على N أي نقوم بحساب انحراف كل قيمة عن وسطها الحسابي ثم نقوم بجمع هذه الانحرافات وقسمتها على عدد القيم لنحصل على التباين يساوي 2 أي أن S تربية يساوي 2 ثم نقوم بحساب الجزر التربيعي للتباين أي أن S يساوي كذر S تربية وبالتالي كذر 2 يساوي 1.414 وبالتالي فإن الانحراف المعياري S يساوي 414 طرق حساب الانحراف المعياري أولا حساب الانحراف المعياري في حالة البيانات غير المبوابة إذا كانت دلائنة عينة مشاهدتها X1 و X2 إلى Xn بينه يمكن حساب الانحراف المعياري في حالة البيانات غير المبوابة بالمعادلة S يساوي الجزر التربيعي لصمشن X تربية على N ناقص X bar تربية حيث X تربية هو مجموع مربعات القيم وإن عدد القيم و X bar هو الوصل الحسابي للعينة والمثال التالي يوضح كيفية حساب الانحراف المعياري في حالة البيانات الغير مبوابة البيانات التالية تمثل الأجور اليومية بالريال لعينة من خمس عمال بأحدى القطاعات والمطلوب حساب الانحراف المعياري للأجور اليومية لحساب الانحراف المعياري للأجور اليومية نقوم أولا بحساب الوسط الحسابي لهذه القيم حيث X bar يساوي صمشن X على N مجموع هذه القيم هو 350 على عدد القيم 5 وبالتالي فإن الوسط الحسابي يساوي 70 ريال أي أن X bar يساوي 70 ثم بعد ذلك نقوم بحساب مجموع مربعات القيم أي صمشن X تربية ويحسبها كذا 50 تربية زائد 80 تربية زائد 70 تربية زائد 90 تربية زائد 60 تربية زائد يساوي 25500 ثم نقوم بالتعويض في معادلة الانحراف المعياري S يساوي جزر التربيعي صمشن X تربية على N ناقص X bar تربية أي يساوي جزر 25500 على عدد القيم 5 ناقص مربع الوسط الحسابي أي 70 تربية وبالتالي فإن S يساوي 5100 خارج قسمة 25500 على 5 5100 ناقص 70 تربية 4900 ثم نقوم بإطار هذه القيمة ويأخذ الجزر التربيعي وبالتالي فإن الحراف المعياري يساوي 14.1 من 10 أي أن S يساوي 14.1 من 10 أخير ترجمة نانسي قنقر